بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا من اخترتم طريقا مليئا بالأشواك والمصاعب والمتاعب والمعانات ورفعتم شعار الإمام الحسين عليه السلام بيرقا يرفرف في سواعدكم المليئة بالجراح إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة السلام عليكم يا بقية الصابرين والصامدين يا من لم تخلو الساحات رغم كل التضحيات ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة أيها الأحبة الأعزاء إن الله سبحانه وتعالى يقرر حقيقة ثابتة على طول التاريخ وهي أن مسيرة الصراع بين الحق والباطل مسيرة الصراع بين جند الله وجند الطاغوت تعتريها المصاعب والمعانات وأن كثيرا من أصحاب المطامع الدنيوية والمصالح الآنية يلتحقون بهذه المسيرة ظنا منهم أن هذه السفينة ستصل سريعا إلى بر الأمان ولكن كلما طال الطريق وكلما بعدت المسيرة وزادت المعانات كلما تساقط هؤلاء الواحدة والآخر حتى يتحولوا إلى صف المثبتين والمحبطين ولكن تبقى قلة قليلة صابرة هذه القلة القليلة تتميز بالاتكال على الله سبحانه وتعالى وبالصبر والبصيرة وروح التضحية قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقال عز من قال بلسان أصحاب طالوت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أنتم أيها الأحبة الأعزاء هذه القلة الصابرة أنتم موعودون بالنصر إذا تجلببتم بجلباب الصبر هذه ثلاث سنوات تصرمت تحت المطاردات الأمنية الشرسة وتحت الصياط وشهيد يتلو شهيد والجراح لا تعد ولا تحصى ومعاناة لا توصف إلا أنكم لا زلتم صابرين صامدين لم تخل الساحات وهذا شرط النصر قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة تحل علينا الذكرى الثالثة لانطلاق ثورتنا المجيدة وإرادتكم صلبة لا تفل وعزيمتكم شامخة أيها الأحبة إننا ندعوكم للمشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات والاحتجاجات بمناسبة ذكر انطلاق الثورة ولنري العالم أجمع أن ثورتنا لا زالت مستمرة أدعوكم لإبداع أفكار جديدة وأساليب جديدة لإظهار ثورتنا للعالم كله وإن كل عمل احتجاجي يساهم في تسريع إسقاط هذه العصابة وهذا النظام الكارتوني ويجعله عرضة للسقوط القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لكم النصر والصبر وأن يرحم شهداءنا وأن يفك أسرانا ويداوي جرحانا وأن يآوي مطاردينا إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر